بسم الله الرحمن الرحيم ابنائي طلبة وطالبات الصف الرابع للكدائي معكم مستر احمد رجدي النهاردة ان شاء الله هناخده مراجعة جديدة تحتوي خانة مئات الالوف العدد عاطيني العدد دوت وبقولي رقم ايه تعالى نشوفين خانة الالوف يا ولاد خانة مئات الالوف يلا بينا احد عشرات مئات احد العلوف عشرات الالوف مئات الالوف لها رقم كام اتنين بيقولي اصغر عدد مكوم من تسع ارقام هو اصغر عدد مكوم من تسع ارقام هو اصغر عدد يعني احط الواحد والباقي كله ايه بصفار يبقى ثمان تصفار السعر الورى منه المستكمان الحادثين من تكاطحهم اربع زوايا قائمة هما مستكمان متعامدان الكيمة المكانية لرقم خمسة الكيمة المكانية لرقم خمسة يلا بينا احد عشرات مئات احد الالوف عشرات الالوف مئات الالوف يلا بينا ها عاطيني الرقم دوت وبيقولي مليون والالف والايه والرقم الملوشي اول حاجة بنعملها نقسم الرقم بتاعنا يلا بعد ما نقسمه واحد اتنين تلاتة واحد اتنين ايه تلاتة يبقى كاما ولاد اه سبعة واربعين مليون وبعد كده ستمية اتنين وستين وبعد كده مين ستمية اتنين وعشرين وبعد كده مين التمانية وتمانين كيمة الرقم سبعة في العدد كيمة الرقم يلا بينا هشوف الرقم سبعة وحط قدام منه كم سفر تعال نعد واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة نزل السبع وحط قدام منها ست اصفار المستقيمين المتعمدين ينشأ انتقاطهم اربع زوايا قائمة يقول لي اختر الاجابة الصحيحة ما بين القوصية المليار هو اصغر عدد مكوّم من اه اعطيني ستة وسبعة وتسعة وعشر محيط المربع الذي مسحته اعطيني المساحة بستة وتلاتين سنتيمتر مربع وعايز مين المحيط عشان اجيب المحيط المحيط بيساوي اولاد يلا امسك وراء وقلم معي اكتب يلا محيط المربع بيساوي طول الدلع في اربعة طب انا ما عنديش طول الدلع اعطيني المساحة طب اقل الرقم اللي اضربه في نفسه عشان نجيب منه مين المساحة فين الستة وتلاتين عبارة عن كام ستة في ستة يبقى طول الدلع كام بكام اولاد بستة اخد الستة دي اضربها في كام فاربعة يبقى ستة فاربعة في كام فاربعة وعشرين سهل مهم جدا مين مين ألف العرادين اتناشر وعشرين يلا امسك العمودين لها طريقتين بمكن اعملها في طريقة المضاعفات وبمكن اعطي حلل بالتحليل هعمل اتناشر اتناشر مضاعفات عدد الاثناشة وعن مضاعفات عدد العشرين وهتليم بيتقابله فين? في رقم ستين يلا بينا السؤال الورا منه بقول لي اجمع يلا عاتين الرقمين دول وبيقول لي العددين دول وبيقول لي ايه اجمعهم يلا بينا نجمع من غير ما نجمع كده اولاد دول كم رقم دول ها شوفهم كده كم رقم دول سبع اركام هيتجمع مع الرقم التاني مش موال هادين 8000 ولا 8 عشرات ولا 800 الولوف هاديني مين 8 ملايين تسأل الورا منه اذا كان 45 في 13 بيساوي 585 فان 589 بيساوي 45 في 13 زائد كاما 45 في 13 بديني كام اولاد 585 وانا اللي عدي العدد اللي قدام مني 500 كام 889 هادو ال 589 ديت هترى عشرين منها مين 585 هادلع للناتج كام اولاد اربعة يلا بينا العائلات اول مفاتيح زي ما بنقول عليها خمسة وعشرين في سبعة فاربعة اول حاجة المفتاح عندي خمسة وعشرين فاربعة بكم بمية مية في سبعة بسبعة ومية مستطيل بعداه تلاتة سنتي وسبعة سنتي يلا عايز محيطه محيط المستطيل بيساوي يا ولاد الثول زائد العرض واضربه في كام في اتنين تلاتة زائد سبعة كام عشر مضربه في اتنين تديني عشرين المائة المائة الف وثلاثمائة وخمسة وسبعون يلا بينا بيقول للمائة الف فيين المية الف عندي يلا اعمل تبواة وعلى اختيارات تخدع بعمل التبواة وحط فيها الم وتبواة و Village 375 يبقي لقوا برقم كام مولاد اتنين مسلس اضلعه ثلاثة سنتي وخمسة سنتي وسبع سنتي يكون مسلس بين الاضلع يعملها مختلف يبقى موسلس من مختلف كيمة الرقم 8 في العدد يلا بينا نقرأ العدد مع بعض نقسمه مع بعض 1-2-3-1-2-3-587-627 حاس كيمة الرقم 8 نزل التمانية وحطه أدامنا 4 صفار بالإجابة 3-1 في الإختار الأكتار متساوية في كل من المربع والمعين والمربع المستطير والمتواز الأضلع والمربع المستطير والمعين الأكتار متساوية في كل من المربع ومين والمستطير سأل ده مهم جدا بوك نيجي يقولي الأكتار متعمدان في مين يبقى المربع والمعين نذاكروا الحاجات دي يبقى إحنا الأكتار متساوية في كل من المربع ومين والمستطير أصغر عدد أولي هو مين الاتنين بوك نيجي يقولي أصغر عدد أولي زوجي هو برضو الاتنين حالس كده عدد يقبل الإسم على الخمسة اتفاق نعم تراجم ايه بالاسم على الخمسة اذا كان احده سفر او خمسة احده سفر او خمسة يبقى مين اولاد الخمسة وعشرين لان خمسة في خمسة في خمسة وعشرين مربع طول دلع وخمسة سنتي يكون محيطه يلا بينا معك وراء وقلم محيط مربع بيساوي ايه طول الدلع في كام فاربع يعني خمسة اضربه في الاربع تطلع لي كام عشرين العدد اربعة وتسعين مليون وخمسة وتلاتين الف وخمستاشر يلا معك وراء او قلم بتاحتك نعمل كم طبق تلات تبقى بتختارش من الاختيارات على طول يلا حط 94 في خانة مين الملايين والخمسة وتلاتين احطها في خانة الولوف وحط السفر عشان دركها مين بس من ناحية الشمال وبعد كده مين الخمستاشر واحط السفر ناحية الشمال يعني انا واحدة في الاختيارات التالية واحدة خمسة في اتناشر في اتنين مليش واحد عمل يضرب الخمسة في الاتناشر مشروي طلع ان الان يضربت لا 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 انا عند حاجة اسمها المفاتيح ايه يا المفاتيح خمسة في اتنين تديني كام عشر عشة في اتناشر بمية وعشرين مثلث متساول اضلاع تكون كل الزاوية قياس كل الزاوية من زاوية متساول اضلاع يبقى كل الزاوية من زاوية ستين درجة خمسة دي سي متر يساوي كم سنتي يعني انا عايز يحويل من دي سي لسنتي يلا بينا التحويلات يلا وراء والألم تحتك كيلو متر المتر فيها ألف ومتر الديسي كام؟ عشرة ومن ديسل سانتي عشرة ومن سانتي الملي عشرة كده واضحة قدام منك من ديسل سانتي يعني من كميل صغير بدرة خمسة في عشرة بخمسين خمسة وسبعين ألف وكم مئة يلا هنزل الألف عشالها وحط مكانها ثلاثة صفار والمية عشالها وحط مكانها سفرين يبقى الإجابة إيه؟ يساوي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة